توجى المنتخب الوطني المغربي لكرة السلة ببطولة إفريقيا للعبين المحليين بعد تغلبه مساء أمس بالعاصمة الأنجولية لواندا على نظيره الإفواري بنتيجة 78 مقابلة 76 وكان المنتخب المغربي لكرة السلة قد فاز في مباراة نصف نهائي على منتخب الكونغو الديمقراطية حامل اللقب بنتيجة 76 مقابلة 69 يذكر أن أسود الأطلس بقيادة المدرب لبيب الحمراني فاز في مباراة الافتتاح على منتخب رواندا بنتيجة 58 مقابلة 52 وانهزموا أمام منتخب تونس بنتيجة 67 مقابلة 52 قبل أن يحققوا ثلاثة انتصارات متتالية على كل من الكاميرون وكينيا والكونغو الديمقراطية ليضمنوا بذلك مكانهم في نهائي هذه المصابقة الإفريقية وكان منتخب الكوديفور قد انهزم في مباراته الأولى أمام منتخب كينيا قبل أن يحقق الانتصار على منتخبه الجابون ومالي وإقصائه لمنتخب رواندا في مباراة نصف نهائي بنتيجة 74 مقابلة 71 وفي مباراة الترتيب فاز منتخب رواندا على نظيره للكونغو الديمقراطية ليحتل الرتبة الثالثة ترجمة نانسي قنقر